من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب أهلا ومرحبا بك معنا من جديد أحمد أحمد هل لا تضعنا في آخر المستجدات آخر المستجدات وتطورات زاملتي هو أن البيت الأبيض قبل قليل أعلن أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدنة لأربع ساعات في شمالي القطاع وسوف يتم الإعلان عن هذه الهدنة التي سوف تبدأ اليوم قبل ثلاث ساعات من بدء هذه الهدنة أي بمعنى أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية أو استهدافات أو غارات في شمالي القطاع والبيت الأبيض قال بأن هذه الهدن هي خطوة في الاتجاه الصحيح يبدو أن هناك تطورات في موضوع الهدن في قطاع غزة خلال الساعات أو الأيام القادمة ولكن الآن هذه الهدنة تشمل فقط شمالي القطاع فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية شمال غرب مدينة غزة الآن تتعرض إلى سلسلة من الغارات العنيفة بشكل مركز حسب ما علمنا من المصادر هناك بالإضافة أيضا إلى استهدافات في جنوب مدينة غزة في حي تل الهوى محيط مستشفى القدس أيضا هناك استهدافات في محيط هذا المستشفى في حي تل الهوى أيضا حي الزيتون جنوبية القطاع تعرض إلى الكثير من الغارات العنيفة وأيضا المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق غزة قصفت حي الزيتون بشكل عنيف خلال الساعات الماضية أيضا في محيط المستشفى الأندونيسي شمالي القطاع كانت هناك استهدافات لمحيط المستشفى وبالتالي نحن نتحدث عن غارات عنيفة سواء في شمالي القطاع أو في جنوب مدينة غزة في حي تل الهوى وحي الزيتون ما زالت الغارات مستمرة بشكل عنيف في وسط القطاع في مخيم النصيرات وأيضا مخيم دير البلح أيضا كان هناك استهدافات لعدد من المنازل في هذه المخيمات خلال الساعات الماضية بالإضافة أيضا زميلتي إلى هنا في خان يونس وأيضا رفح في خان يونس كانت هناك عدة غارات إسرائيلية في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في بلدة خزاعة وعبسان والزنة وغيرها من البلدات الشرقية التي تعرضت إلى الكثير من الغارات في الساعات الماضية في رفح أيضا كان هناك استهداف لمنزل لعائلة إحجازي حتى اللحظة حسب المعلومات من المصادر الطبية في المستشفى الكويت في رفح أكثر من عشرين ضحية وعشرات الإصابات وما زالت طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الضحايا من تحت الركام حيث تم استهداف المنزل على رؤوس ساكني وبالتالي من رفح جنوب القطاع حتى مخيم جباليا شمالي القطاع هناك غارات عنيفة تتركز في أكثر من منطقة تستهدف أكثر من منزل على مدار اليوم وفي الساعات الماضية نحن نتحدث أيضا عن المحاور التي يتركز بها الجيش الإسرائيلي عبر الدبابات والأليات العسكرية محور شمال غرب مدينة غزة في بيت لاهية الدبابات الإسرائيلية الآن على مشارف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة تحاول التقدم أكثر لكن هناك اشتباكات عنيفة تدور في الأثناء مع عناصر كتائب القسام أيضا في شارع صلاح الدين في حي الزيتون وأيضا جنوب غرب تل الهوى أيضا الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة تمهيدا للدبابات الإسرائيلية في التقدم في هذا المحور نحو شارع الرشيد ولكن أيضا هناك اشتباكات تدور بشكل عنيف في هذا المحور والقسام يقول بأنه دمر دبابات على مدار هذه الاشتباكات في الكثير من المحاور التي يشتبك معها مع الجيش الإسرائيلي بالإضافة أيضا إلى محور شرق خان يونس في الأيام الماضية يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم من هذا المحور بشكل كبير لكن الاشتباكات التي تدور حسب ما علمنا مع كتاب القسام وصرايا القدس في هذا المحور بالذات تمنعه من الوصول إلى البلدات المتاخمة للشريط الحدودي بلدة خزاعة والزنة وغيرها من البلدات وبني سهيلة يحاول الدخول إليها ولكن حتى هذه اللحظة لم تنجح المحاولات للجيش الإسرائيلي بالوصول إلى هذه البلدات وبالتالي المحورين الرئيسيين غرب مدينة غزة وشارع صلاح الدين والتقدم الحاصل للجيش الإسرائيلي فيهما وأيضا هناك جنود من الجيش الإسرائيلي يعتلون العديد من المباني من القناص ويقومون بإطلاق الرصاص على المواطنين المرين في هذه المناطق التي يسيطر عليها المحور الثاني هو شارع صلاح الدين هناك دبابات تتمركز على شارع صلاح الدين وأيضا هناك اشتباكات وإطلاق نار على المواطنين المرة في هذا الشارع حتى هذه اللحظة غارات جوية إسرائيلية من الجو المدفعية الإسرائيلية تقصف مناطق متعددة في الساعات الماضية خاصة المناطق الشرقية وأيضا على الأرض توغل بري للجيش الإسرائيلي بالتزامن مع اشتباكات تدور في المحور التي ذكرناها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة